اختراق آخر تسجله الصادرات الإيرانية إلى العراق مع قرار حكومة الكاظمي إعادة فتح استيراد منتجات الدواج وأكدت السلطات الإيرانية أن رفع الحظر يشمل منتجات الدجاج وبيض المائدة والبيض المخصب والصيصان بعمر يوم واحد قرار يؤكد مربو الدجاج في العراق أنه سيؤثر على المنتجات المحلية ويتسبب بخسائر كبيرة مع ارتفاع أسعار الأعلاف وغياب أي دعم حكومي للمربين ورغم الإحصائيات التي تشير إلى أنتاج العراق أكثر من 7 مليارات بيضة سنويا وهو ما يعدل 110% من حاجة واستهلاك البلاد ووصولها لمرحلة الاكتفاء الذاتي يرى محللون بالمقابل أن قرار رفع الحظر عن استيراد البيض الإيراني هو قرار سياسي بحت ضغطت لأجل تمريره الأحزاب الموالية لإيران في العراق ضمن مساعي تخفيف أثر العقوبات الأمريكية عن النظام في طهران ويبدو أن إيران التي تصدر للعراق بنحو 9 مليارات دولار سنويا نفق أحصائيات رسمية لا تكتفي بذلك بل تحاول استغلال أزمة الغذاء العالمية التي تسببت بها حليفتها روسيا بغزوها لأوكرانيا من خلال التحرك لزيادة تلك الموارد عبر ضخها مواد غذائية إلى العراق بدلا عن المنتجات الأوكرانية وبحسب تقرير نشرته منظمة السوق المعنية بالشأن العراقي فإن الاقتصاد الإيراني بكل مفاصله ابتلع نحو 90% من السوق العراقية محذرة من أن إيران ستتحول خلال أعوام إلى مالك للاقتصاد العراقي ومتحكم فيه بدون منافس أمام هذه القرارات اتضح للعراقيين مرة أخرى مدى قصوة التبعية لإيران والتي تتفخر بها أحزاب وميليشيات العملية السياسية في العراق والتي وصلت لفتح الحدود بشكل كامل أمام المنتجات الإيرانية بدون استحصال ضرائب ورسوم جمركية بذريعة التقليل من آثار الغلاء ما يضرب بعرض الحائط مفاهيم حماية المنتجات المحلية في بلد تلفظ قطاعاته الزراعية والصناعية أنفاسها وتقاوم للبقاء ترجمة نانسي قنقر